نجح خبراء المتفجرات في إبطال مفعول عبوة ناسفة كانت مزروعة بأحدى اللوحات الإعلانية في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر وسط أنباء عن وجود عبوة أخرى في الموقع يعتقد أنها الثالثة من نوعها وذلك بعدما انفجرت عبوة بحافلة للنقل العام ما أدى إلى سقوط خمسة جرحا وقال مصدر أمني مصري إن خبراء المتفجرات عثروا على العبوة الناسفة الثانية أثناء تمشيطهم لمحيط موقع انفجار العبوة الناسفة البداية الصنع ونقلت بوابة الأهرام الرسمية عن أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف قوله إن عدد المصابين وصل إلى خمسة جرحا تم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر أما اللواء على عبدالظاهر مدير إدارة المفرقعات في القاهرة فقد قال إن مجهولا قام بإلقاء عبوة الناسفة بجوار حافلة أمام مجمع مدارس الملك فهد بمدينة نصر مضيفا أن العبوة أحدثت انفجارا وجرى غلق محيط منطقة الانفجار وفحص العبوة من خلال رجال المفرقعات كما تمت الاستعانة بالكلاب البوليسية